بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عبر قنوات عين اليوم بإذن الله سنستهدف فئة التوحد لجميع المراحل الفصل الدراسي الأول المادة هي الطراب طيف التوحد موضوع الدرس هو إثراءات معكم إلهام الهويش إثراءات تعني بأننا سنقوم بمراجعة الاستراتيجيات التي سبق وأنعرضناها خلال اللقاءات الماضية بشكل سريع حتى نستطيع التفريق فيما بينهما تناولنا استراتيجية تحليل المهمة كستراتيجية مثبت فعليتها لدى تدريب الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بجميع أنواعهم ودرجات هذا الاضطراب ماذا نعني بتحليل المهمة هي تجزئة المهارة المستهدفة إلى خطوات صغيرة متسلسلة قابلة للتعليم والتقييم وغالبا ما تستخدم في المهارات الاستقلالية مثل ماذا تجزئة المهمة؟ جميعنا قمنا بتدريب أطفالنا سواء على دورة المياه أو غسل اليدين وما إلى ذلك هي عبارة عن تصوير أو مثلا مقاطع مصورة أو صور مصورة لعملية غسل اليدين مثلا المهمة الأولى أوقف عند الغسالة المهمة الثانية أفتح الصنبور المهمة الثالثة أحط يدي تحت الماء المهمة الرابعة أضع صابون وهكذا تعتبر تحليل المهمة ما هي فائدة تحليل المهمة بالنسبة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟ عند القيام بتدريبهم على غسل اليدين دفعة واحدة تعتبر مهارة جدا معقدة وصعبة بالنسبة لدى الأطفال قد تكون سهلة بالنسبة للأطفال العاديين كونهم يمتلكون مهارات التقليد والمحاكاة بشكل طبيعي وتلقائي بينما الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد هم بحاجة إلى عملية تحليلها إلى خطوات صغيرة قابلة للفهم والتطبيق يفضل أن تكون خطوات مصورة هل تحليل المهمة لها أنواع؟ بكل تأكيد هناك خطوات مصورة هناك خطوات مكتوبة البعض يعتقد مثلا أنه من الأفضل أن نقوم بعملية التحليل أثناء التقييم ونعطي طفل المهمة مرة واحدة مثل حفظ سورة الناس ندرب الطفل عليها مرة واحدة ونبدأ في عملية زيادة التقييم أو زيادة المعايير مع مرور الوقت مثلا من المهم أن يتقن الطالب في سورة الناس مثلا عدد الآيات أن يتقن نهاية كلمة في كل الجمل يعرف الشكل لسورة الناس بعدها يبدأ في عملية القراءة بعدها في عملية الحفظ وهكذا وهناك أنواع مثل غسل يدين تفرج الأسنان تكون خطوات مصورة عملية التحليل تختلف باختلاف المهمة وباختلاف الطفل أيضا هناك أطفال يرغبون في التدريب دفعة واحدة وهناك أطفال يحتاجون إلى عملية تحليل دقيق للهدف الاستراتيجية الأخرى هي التدخل عن طريق الأقران من الاستراتيجيات المثبت فعليتها لدى الأطفال ذوي الطراب طيف التوحد ماذا نعني بالتدخل عن طريق الأقران؟ إشراك واحد أو أكثر من الأقران العاديين مع زملائهم من ذوي الطراب طيف التوحد في التفاعلات الاجتماعية مثل مشاركة الآخرين وتبادل الأدوار وذلك تحت إشراف المعلم من المهم أن يتعود الطالب على الاندماج مع الأطفال العاديين كما أن طريقة أن يدرب الطفل العادي الطفل ذوي الطراب طيف التوحد لها فعالية كبيرة مثلا خالد لدينا يعاني من الطراب طيف التوحد بدرجة متوسطة من الفعال ومن المفيد جدا أن يكون هناك صديق لخالد من الأطفال العاديين يقوم بتدريبه على المهمة سواء كانت هذه المهمة سلوكية أو اجتماعية وغيرها وتكون هذه العملية تحت إشراف المعلم لماذا يعتبر التدريب عن طريق الأقرام في بعض أنواع المهام أفضل حتى من المعلم المختص لأنه يحدث في البيئة الطبيعية وبالطريقة الطبيعية من الطبيعي أن يتفاعل الأطفال معا من الطبيعي أن يتبادل الأطفال معا الخبرات الطفل يعرف كيف يوصل المعلومة للطفل بنفس العمر بطريقة أفضل حتى من المختص لذلك في بعض أنواع المهام مثل المهمات الاجتماعية أو المهارات الاجتماعية وغيرها من المفيد ومن الفعال إشراك الطفل العادي في عملية تدريب الطفل ذو الطراب طيف التوحد بالتأكيد يكون هذا الأمر تحت إشراف المعلم استراتيجية التعليم والتدخل باستخدام الحاسوب والتقنية تعتبر من الاستراتيجيات الهامة مع الأطفال ذو الطراب طيف التوحد والفعالة لماذا؟ الأطفال ذو الطراب طيف التوحد يميلون لهذا النوع من التعلم يفضلون التعلم الإلكتروني يفضلون الأجهزة يفضلون التقنية في عملية التعلم ونلاحظ أن الطفل ذو الطراب طيف التوحد حتى غير الناطقين يبدأون في ترديد الألحان التي تعلموها مثلا من خلال الأناشيد المصورة حتى لو كان الطفل غير ناطق نجده أنه يردد اللحن ويتمتم باللحن لماذا؟ لأنه تعلم عن طريق التقنية التلفاز أو مقاطع الفيديو وما إلى ذلك ماذا نعني بالتعليم والتدريب باستخدام الحاسوب والتقنية؟ أي نشاط تربوي هادف يوظف التقنية في تحقيق أهدافه أي أن كان هدفي هدفي ترفيهي هدفي اجتماعي سلوكي تعليمي أكاديمي عندما أستخدم التقنية يصبح أدائي أنا كمعلم أو كخصائي أو كولي أمر أفضل وتصبح عملية إيصال المعلومة أسهل بكثير قد أستغني عن أشياء كثيرة جدا بمجرد استخدامي للتقنية لماذا؟ لأنها تشد انتباه الأطفال ذوي الطراب طيف التواحد حتى ذوي تشدت الانتباه نجد أن انتباههم يكون مدة أطول بكثير عندما يكون الوسيلة هو جهاز أو مقطع فيديو مثل ماذا؟ مثل استخدام الأجهزة اللوحية يعتبر من ضمن الاستراتيجيات التي تعتمد على استخدام الحاسوب والتقنية كيف أعرضها على الطفل؟ من المهم إعدادها مسبقا حتى لا يضيع الطفل الوقت في عملية اكتشاف والذهاب لعناصر أو مقاطع فيديو مثلا أو مواقع غير مرغوبة أعد مسبقا الهدف الذي أرغب في تدريب الطفل هنا لدينا الأرقام باللغة الإنجليزية أقوم بعرض هذه المهمة لدى الطفل بحيث لا يضيع الوقت في عملية استكشاف أو الذهاب للألعاب وما إلى ذلك أعرضها أمام الطفل ضمن الأهداف وضمن الجلسة التدريبية قد تكون أيضا وسيلة للترفيه وسيلة ترفيهية أو تعتبر معزز مثلا جميعها في نهاية تخدم نشاط تربوي هادف بالنسبة للطفل ذو اضطراب طيف التوحد أيضا تناولنا استراتيجية التمارين البدنية كونها مهمة جدا لدى الأطفال ذو اضطراب طيف التوحد وتناولنا أيضا لماذا تعتبر هذه الاستراتيجية مهمة للأطفال ذو اضطراب طيف التوحد كما نعلم جميعا أن الطفل ذو اضطراب طيف التوحد يعاني من ضغوط قد لا يتعرض لها الطفل ذو النمو العادي مثل ماذا؟ ضعف عملية التواصل تجعل هذا الطفل أكثر ضيق وتوتر من الطفل العادي حين يرغب الطفل في الحصول على شيء أو يحتاج شيء معين يتعب في عملية إيصال هذه المعلومة وهذا الأمر يمتد لمدة طويلة فيشكل ضغط نفسي لدى هذا الطفل أيضا الكثير من الأطفال ذو اضطراب طيف التوحد تم تشخيصهم بفرط الحركة أيضا من هنا تأتي أهمية التمارين البدنية لدى الأطفال ذو اضطراب طيف التوحد كونها تريح هذا الطفل وتجعل الأمر فيه متنفس مريح بالنسبة للطفل وهادف بكل تأكيد ماذا نعني بالتمارين البدنية؟ هي النشاط الذي يقوم به الطالب من أجل تحقيق لياقة بدنية أعلى هي نشاط يستخدم من أجل رفع مستوى اللياقة البدنية لدى هذا الطفل أهمية التمارين البدنية تعتبر من الاستراتيجيات المهمة التي تساعد الطالب على زيادة السلوكيات المرغوبة وتقلل من السلوكيات الغير مرغوبة مثل ماذا تزيد من السلوكيات المرغوبة؟ زيادة مدة الجلوس تزيد مع وجود تمارين بدنية لدى هذا الطفل هذا سلوك مرغوب الروح الجماعية الروح الرياضية جميعها سلوكيات مرغوبة تزداد فرص ظهورها مع وجود نشاط بدني منظم لدى الطالب ذو اضطراب طيف التوحد تقلل من السلوكيات المرغوبة مثل عدم صعوبة العمل الجماعي بالنسبة للطفل كثرة الحركة والقيام من المقعد الرغبة الدائمة في الخروج من الفصل وما إلى ذلك من هنا تأتي أهمية التمرين الرياضية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد استراتيجية مقاطعة الاستجابة وإعادة توجيهها من استراتيجيات الهامة التي يستخدمها ويلجأ لها جميع العاملين مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ماذا نعني بمقاطعة الاستجابة وإعادة توجيهها؟ هي ممارسة تستهدف الحد من السلوكيات السلبية من خلال إيقاف السلوك السلبي والحفث على سلوك إيجابي من المهم جدا عندما نشاهد الطفل يقوم بسلوك خاطئ أن نوقف هذا السلوك ونعيد توجيهه لسلوك آخر إيجابي لا يعني هذا أن نقوم بالمعاقبة وما إلى ذلك هذه الاستراتيجية تسعى إلى إيقاف السلوك غير المرغوب وحثه على السلوك المرغوب مثل أن يقوم الطفل بالتحدث مع زميله في نفس الفصل ولا يقوم بالتركيز في هذا الدرس كيف أقوم أنا كمعلم بإيقاف هذا السلوك وأعيد توجيهه؟ أطلب من هذا الطالب خالد تعال كوم تعال عندي يلا نشرح مرة ثانية بهذه الطريقة أنا قاطعت السلوك بدون ما أوجه توجيهات لفظية بدون ما أقول خطأ بدون ما أزيد من رفضي لهذا الطالب لماذا؟ كثرة كلمة خطأ لا وقف قد تزيد من عناد هذا الطالب وقد يستخدم نفس الأسلوب في عملية لفت الانتباه هناك طرق كثيرة تجعلني أقف أو أضع حد لهذا السلوك وأعيد توجيهه دون أن ينتبه هذا الطالب بأن هذا السلوك قد يكون مستفز أو مزعج أو من الممكن استخدام هذا السلوك في الضغط عليه أنا كمعلم أو كولي أمر باختصار هذا ما نعنيه بمقاطعة الاستجابة وإعادة توجيهها تناولنا اليوم الستراتيجيات التي تناولناها في هذا الفصل الدراسي بعضها وتكلمنا عنها باختصار وكيف نطبقها في الفصل أو في المنزل شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته